ولد يسوع لأنه حمل عنا عقوبة خطيانا بعد ما أكمل بعد ما تمم النموس عنا عشان نخلص من خلال الإيمان وحده في روميا إصحاح ثلاثة متبررين مجانا بنعمته الذي بالفداء بيسوع المسيح روميا خمسة واحد فإذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح كورنتس الأولى خمسة واحد وعشرين وجعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله في المسيح يسوع طبعا ربنا هذه الحقيقة أحبائي ليست كبرياء بل على النقيد إن الله أخذ زمام المبادرة لو قلنا أن المسيح إنسانا وجعل نفسه إلها لقلنا هذا كفر ولكن كون أن الله طار أن يتخذ جسد من أجل خلاصنا وهل يعصر على الله شيء طب الله لما كلم موسى كلم موسى منه وين؟ مش كلمه من النار؟ مش معنى أنه يتكلم من النار ولكن لا نستسيغ إنه الله يغلف اللهوط بجسد يعني لا يخطئ وفي نفس الوقت هو الله الذي يدير كل الكون وهل يعصر على الله شيء؟ طبعا حاشا هذا بقودنا إلى الشكر والعرفان يعني والجميل أنه أنا أشكر الله كل حياتي وكل الأبدية أنه الله اختار هذه الطريقة من أجل خلاصة الولادة العضروية هي في غاية الأهمية تعرف أحبائي في إنجيل متى صحاح الأول مكتوب آية أولى كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داود ابن إبراهيم فبيتكلم عن السلسلة الملكية وبيوصل إلى آية 16 كله عزية ولد يثام يثام ولد أحاز إلى خيره لما بيوصل عند يعقوب ولد يوسف رجل مريم لاحظ الكلام تغير التون التي ولد منها يسوع الذي يدعى المسيح خلي بالك إن اليهود بحافظوا على سلسلة أنساب والكلام هون كلام متى البشير لأنه بيكلم اليهود عن مجيء الملك المخلص المسيح الفادي فهم بقولهن أنه فعلا بحسب النبوات أنه ولد يوسف رجل مريم التي ولد منها يسوع الذي يدعى المسيح في آية 18 بقول أما ولادة يسوع المسيح فكانت هكذا كانت مريم مخطوبة ولكن يوسف أراد تخليتها لما عرف بالأمر لكن الملاك ظهر ليوسف قال له لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك لأن الذي حبل به فيها هو من الروح القدس فستلد ابنا وتدعو اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم وهذا كل لكي يتم ما قيل من الرب النبي القائل هو ذا العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعون اسمه عم نئيل الذي تفسيره الله معنا اسماء المسيح المخلص الرب عم نئيل ويسوع يعني المخلص وهكذا كلياتها أسماء صحيحة اللي بتتكلم عن هوية يسوع المسيح اشتركوا في القناة